مبادرة من جمعيات الجالية الإيرانية في أوروبا ومؤسسة الدراسات الشرق أوسطية احتضنت العاصمة الفرنسية باريس ندوة دولية تحت عنوان انتفاضة إيران الأفق المنبور لتغيير النظام سياسة أمريكا والاتحاد الأوروبي الندوة شارك فيها أعضاء بارزون من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي وخبراء من مختلف الدول الأوروبية الذين ناقشوا السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الملف الإيراني سيما في ظل التطورات الأخيرة والمظاهرات والإضرابات التي شهدتها مختلف المدن الإيرانية يجب أن يغير الغرب من سياسة المهدنة مع نظام تهران الذي راوغ ويجب أن يفهم هذا النظام أن عهد النظام الأمريكي السابق الذي سمح له بالغترسة قد انتهى إيران تسخر من المجتمع الدولي كافة والدليل أنها بعد الاتفاق النووي بشرت برنامج السواريخ الباليستية وتتحدى شرعية الدولية يجب وقف هذا التمادي وتطول المشاركون أكدوا وقوف الشعوب الغربية مع الشعب الإيراني في انتفاضته على الظلم والفساد والاستداد وطالبوا الحكومات الغربية بإتخاذ موقف واضح في الوقوف مع الشعب الإيراني في مواجهة بطش وفساد نظام ولاية الفقيه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي اليوم بشكل فاعل فنظام طهران سيواصل بث الفوضى والفساد في المنطقة ومساندة الإرهاب العالمي وقد حذر المشاركون من أن صمت المجتمع الدولي على تجاوزات نظام طهران ودعمه للجماعات المتطرفة في دول المنطقة سيؤدي إلى مزيد من الجرائم والفوضى وعدم الاستقرار تنعقد هذه الندوة في ظل إدانة دولية صريحة إزاء مختلف الأزمات التي تثيرها وتغذيها إيران وعلى وجه الخصوص برنامج الصواريخ الباليستية والتدخل في بلدان المنطقة بهدف بث الفوضى وزعزعة الاستقرار خالد الخالد الإخبارية باريس